في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 9667 استوانات بوتجاز وضبط 25 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 477 848 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11 167 قضية السلع غزائية وتموينية بمضبطات وزنت أكثر من 3482 ونصف طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 5019 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 133 ونصف طن كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 80 ونصف طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 665 ونصف طن كما تم ضبط 252 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت ما يزيد على 55 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت أكثر من 98 ونصف طن أسمنت و10 طن حديد تسليح كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت ما يزيد على 1067 ونصف طن أرز شعير كما تم ضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 129 ألف وأربعمائة وواحد عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855 ألفا ومائتين واثنتين وثلاثين مخالفة مرورية متنوعة من بينها 272 ألفا و567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وثلاثة وعشرين سائقا منهم كما تم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية ثلاث حالات كما تم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1016 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1260 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3164 مخالفة ملسقات وضبط 41 مخالفة لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1284 قضية ومخالفة أبرزها حياذة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 70.907.079 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 396 قضية من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116.799.950 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط وستمائة وخمسين قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وستمائة وسمانية مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7.755.732 جنيه